انتشر خلال الساعات اللي فاتت خبر الأبدع على التكتوكر سوزي الأردنية وكانت قلقة أجهزة الأمن في القاهرة القبض على فتاة التكتوك سوزي الأردنية في منطقة الساحل بتهمة التعدي على القيمة الأسرية عقب نشرها فيديوهات تتضمن عبارات موسيقى وتصدر اسم سوزي أيمن المعروفة بسوزي الأردنية محركات البحث على جوجل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي اسر نشرها بسا مباشرا خلال مشادة كلامية بينها وبنوالدها تلفظت خلاله بألفاز بازيئة وانتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتضمن عبارات غير لائقة وكلمات قالتها سوزي الأردنية مع صوت بازيئ وأصار خبر القبض على سوزي الأردنية الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات اللي فاتت وللي ما يعرفش مين هي سوزي الأردنية في اسمها الحقيقي سوزي أيمن وهي ناشطة اجتماعية على منصات التواصل الاجتماعي وهي من موليد 2006 ومعها الجنسية الأردنية وبتدرس في المرحلة السنوية وعايشة في مصر هي وعالتها لكن عمامها وجزء كبير من عالتها عايشين في الأردن ولحد هنا يكون الفيديو خلص إلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد